السلام عليكم قررت اسمه عيدن قررت وقرار هذا نابع مني ومن عقلي اليوم هذا المقطع رح يكون كأنه فلوغ اي نعم عجيز المتابع رح أستخدم تيك توك عشان نسوي فلوغ ممثلة سعودية جدوية زينة فمساسة للميراس الفنانة جودي السوفياني والنهاردة هنتكلم عنها في الفيديو جود منواليد ماتينة جدة اتولدت يوم 22 فبراير 2002 يعني دلوقتي في سنة 2022 يكون عندها 20 سنة طبعا قدمت بعض الحاجات بس مش كتير بسيطة لسه في بداية حياتها أهم دور قدمته في مساسة للميراس هو دور زينة قدمت كمان في المقصير بعنوان رخصة لجمعة عفة بجدة وكمان قدمت إعلان قلوس وإعلان المراعي ودي كل أعمال الفنانة جودي السوفياني من يتمنى لها التوفيق ومن يتمنى أعمال كتير لها زينة في مساسة للميراس البنت القوية شخصيتها قوية جدا بتاخد اللي هي عايزة وبتعمل كل اللي هي عايزة ما بيمهاش أي حد أعلنت جودي السوفياني عن استعدادها لتصوير مساسة جديد وطبعا متابعيها سألوها على الشخصية الشخصية اللي هي ممكن تعملها طبعا ثابتهم يتوقعوا بعد أن ما نشرت الصورة عبر حسابها في منصة انستجرام ظهرت فيها وهي بتلبس تنورة باللون الكحلي وأمي السماوي زي مدرسي يعني وكمان كانت في إيديها حقيبة وثابت المتابعين يتوقعوا يا ترى عيكون درها إيه في المسلسل ده ما كشفتش على أي تفاصيل على المسلسل وخلت مفاجأة للمتابعين بتاعها اتكلمت كمان عن شخصية زينة وان هي عكسها تماما جود طيبة وبتسيب حقها كتير لكن زينة لأ وكمان اتعلمت من شخصية زينة ان هي تاخد حقها وتاخد اللي هي عايزة وتبقى قوية عن شخصيتها الحقيقية بتقول كمان ان هي نفسها تنضم العيلة راشد لإنها عيلة دي بتدحكها جدا راشد البيتاني بتقول عنهم ان هم عيلة حلوة كده ودمهم خفيف ونفس زينة نفسها تنضم من العيلة دي هيعمله جوه حلو جدا لكنها طبعا ما كشفتش عن أي حاجة ممكن تحصل في مسلسل المراس في الحلقات الجديدة جود بتشارك متابعيها عبر خصية انستجرام بتصور بالفيديوهات اللي بتعملها والبس المواشر اللي دايما بتعمل المتابعيها نتمنى التوفيق للفنانة جود السوفياني ودي كل المعلومات عنها اتمنى الفيديو يكون عجبكو وما تبسينيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلكو كل جديد وتابعوا باقي الفيديوهات لأبطل مسلسل المراس اشوفكو على خير في فيديو تاني باي باي